صباح الخير الأسيس محب صبح عليها النهاردة وقال لي سوري قوي 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 على المبارح فقالت له ايه اللي حصل على المبارح ماشفتكش قال لي أنا آسف جدا يعني ده مش جون واحد دول اثنين فألف مبروك للأهلوية كالعادة يعني مفيش فايدة يعني مفيش فايدة خالص بس أنا على فكرة أنا بتوتر يعني لو إحنا كسبنا بحيثنا بحيثنا خرجت برى الدايرة اللي أنا متعود عليها فأنا مستلح بآخص إحنا مبروك أسيس و كل التنعونة طيبين بكرة حفلة رس السنة وبعدلك أول يوم في السنة الجديدة ودايما في الأوقات دي بنقول كل سنة وانت طيبين كل سنة وانت طيب ونتمنى انه اللي جاي يبقى احسن كتير قوي من الوقت اللي فات بس انا مش متأكد هو ده اللي جوانا ولا لأ يعني اعتقد جوانا احنا ساعات كتير قوي بتكون جوانا الكلمة الشهيرة فين ايام زمان فين ايام زمان لما كنت جامد لما كنت قوي لما كانت فيه حاجة حلوة بتحصل الجملة دي مشهورة جدا مش بس في بلدنا بس في بلد كتير جدا حتى في الانجليزي بيقولوا يعني الحاجة القديمة حاجة دهبية احنا دايما ساعات جوانا كده برغم ان احنا بنتمنى الخير للوقت اللي جاي والمستقبل بس جواك كده دايما فيه صرخة بتقول انا نفسي ايام زمان ترجع مرة تانية احنا فاكر انا في سنوي كنت باخد درس في العربي في تانية سنوي وكان المدرس بتاعنا بيقول لنا برضو الجملة دي فين ايام زمان كان بيقول لنا السبعينات ده كان زمان جميل قوي ايام مثلا عبدالحليم حافظه كان دايما يتغنى بالزمن ده ويقول لنا احنا على جيله يعني في السبعينات شوفنا الدنيا وهي بتقفل ابوابها فانحس ليه الكائبة دي فانسألت وقلت له يعني ايه حاليا واحنا في التسعينات قفلت ابوابها خلاص قال لي اه خلاص انتهى موضوع زمان كانت بتقفل الابواب انتو خلاص دلوقتي هي دي عيشة اللي احنا عايشينها ده الكلام ده سنة 94 كان ساعتها الدولار بتلاتة جنيه مش عارف دلوقتي هيقول ايه يعني غالبا هو الراجل خلاص مات يعني من زمان بس احنا دايما جوانا الجملة دي انه فين الايام القديمة فين لما كنت عندي منصب كبير فين لما كان ليشنة ورنة فين لما كانت الناس مالمومة حواليا الايام اللي انا فيها دي مش ايام حلوة ويمكن دي صرخة جوا ناس كتير قوي وده اللي انا عاوز اتكلم عنه النهاردة السؤال دوت فين ايام زمان والحيطة اللي انا هتكلم عنها في سفر ايوب ايوب بيتكلم كده في اخر المحاججات بتاعته هو كان اتقلم وبعدين جوله تلاتة صحابه بدل ما يعزوه قال له انت غلطان هو قاعد يدفع عن نفسه وبعدين في المحاججة الاخيرة بتاعته في الصحة 29 و 30 ابتدى يقول كده ابتدى يقول فين ايام زمان وانا بقرى كده صلي وقول له رب هو انا جواي السؤال ده ولا لأ هو انا فعلا باصص لقدام ولا باصص لورا ممكن تكون دايما ببؤك وبلسانك بتقول انا باصص لقدام بس من جوايك كده متحصر قوي على الزمن اللي فات في حياتك سواء في الخدمة او في الشغل او في العيلة ممكن تكون حاسس انه انا متحصر قوي على ايام زمان متحصر قوي على العلاقة اللي بيني وبين ابني او بيني وبين بنتي زمان كانت العلاقة بيني وبين ابني جميلة لما كان عنده سنة سنتين تلت سنين كنت اتحك له يتحك لي. لانما دلوقتي عنده كبر عنده 13-14 سنة بقيت اتحك له ما يتحك ليش فيين ايام زمان وحسس ان الموضوع هيكمل على طول كده وده الزنق اللي اتزنق فيها ايوب فنفسي ان احنا نقرأ الكلمات دي في ايوب 29 انا كنت حس انت هتقوم بس اعوز اقول لكم حاجة انا بس هقرأ انا حاولت اقللها على الاخر الحتة اللي انا هقرأها هقرأ حتة طويلة شوية فلو حسيت في النص ان انت تعبان او رجلك وجعك ممكن تقعد ما فيش اي مشكلة خالص بس نفسي اقرأها كلها الحتة دي لان الحتة دي بتحكي سراع جوانا ساعات كتيرة قوي احنا ما بنعلنوش او ما منفكرش فيه ايوب 29 في اخر كلام ايوب قاله بيقول كده عدد واحد وعاد ايوب ينطق بمثاله فقال يا ليتني كما في الشهور السالفة وكالايام التي حفظني الله فيها بالزبط كده فين ايام زمان ياريت ايام زمان دي ترجع مرة تانية حين اضاء صراجه على رأسي وبنوره سلكت الظلمة ايام زمان دي كنت يعني فيه نور في حياتي حتى لو دخلت في وقت ضلمة كنت منور قوي فين ايام زمان كما كنت في ايام خريفي واضح ان هو في ايام شتا كأنه بالتعبير الادب يا او الرمزي كأن الوضع اللي هو فيه شتا او ضلمة او ليل وبيقول يا ريتني ارجع حتى الايام الخريف حتى لو ايام الخريف دي ورق الشجر فيها بيقع بس على القليل الجو فيها كويس فبيقول كما كنت في ايام خريفي الايام دي كان رضى الله على خيمتي القدير وبعده معي وحاولي غلماني بيقول الايام الحلوة دي كنت ربنا معايا والناس معايا والغلمان معايا بس انا عاوز اتأكد هو مين اهم ربنا يبقى معايا ولا الناس تبقى معايا طبعا انا عارف انت كلكم هتجاوب بتقولوا ربنا وانا هتجاوب بقول ربنا بس الكلام اللي حقوله ايوب كمان شوية ما بيقولش كده هو واضح ان هو كلام بيقوله ببقه بس لما بيشرح الايام الحلوة دي ما بيكلمش خالص على ربنا خلينا نشوف عدد ستة في الايام دي غسلت خطواتي باللبن والصخر سكب لي جداول زيت حين كنت اخرج الى الباب في القرية واهيئ في الساحة مجلسي رآني الغلمان فاختبقوا والاشياخ قاموا ووقفوا الناس كان بتحترمني الناس كان بتخافني طب فين ربنا يا ايوب يعني الايام الحلوة دي انت قلت ربنا كان معاك اشرح لنا كده ربنا كان معاك ازاي بيكمل عدد تسعه بيقول العظماء امسكوا عن الكلام ووضعوا ايدياهم على افواههم صوت الشرفاء اختفى الناس سكتت لما شفتني ولسقت ألسنتهم بأحناكهم يعني كان جمد قوي لان الاذن سمعت فطوابتني والعين رأت فشهدت لي لاني انقصت المسكين المستغيث واليتيم ولا معين له بركة الهالك حلت علي يعني واحد بياهلك وحيموت انا انقصته فبركني فبركته حلت علي وجعلت قلب الارمالة يصر انا كنت جمد قوي والناس كان بتحبني والناس كنت مشهور قوي وسط الناس لبست البر فكساني كجبة وعمامة كان عدلي كنت عيونا للعمي وارجولا للعرج ابن انا للفقراء ودعوة لم اعرفها فحصت عنها يعني حتى الناس اتعبانة اللي ملاش دعوة بي كنت بروح ساعدهم هشمت ادراس الظالم ومن بين اسنانه خطفت الفريسة فقلت اني في وكري اسلم الروح اموت وانا قاعد في البيت وانا مستريح وبيقولوا ومثل السمندل اكسر اياما السمندل ده طائر اسطوري في الحضارة الاغريقية كانوا بيتخيلوا ان الطائر ده بعيش 1400 سنة حاجة اسطورية كده ولما بيموت من الرفات بتاعه بيطلع طائر تاني شاب فوبيتخيل كده بيقول انا كنت فاكر انه مثل السمندل اكسره اياما كنت فاكر ان انا الزمن الجميل ده هيفضل طول عمري موجود وحيفضل طول عمري مبسوط والناس مبسوطة بي وبعين بيتخيل نفسه كغصن وكشجرة فبيقول اصلي كان منبسطا الى المياه واطلوا بات على اخصاني كنت شجرة مليانة مية وبتسمر كرامتي بقيت حديثة عندي يعني كرامتي كانت كل يوم موجودة مفيش يوم يعدي علي يقول الاسبوع اللي فات الناس كرامتني لا 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 ده انا كل يوم كان الناس بكرموني كرامتي بقيت حديثة عندي وقوسي تجددت فياتي قوتي كانت جديدة كل يوم ليه سامعوا وانتظروا واخدين بالكم عمالي يكلم عن الناس ما شرحش ربنا فين يعني كان في الايام الجميلة دي ليه الناس سامعوا وانتظروا ونصتوا عند مشورتي بعد كلامي لم يثنوا وقولي قطر عليهم وانتظروني مثل المطر وفغروا أفواهم كما للمطر المتأخر حاجة رهيبة يعني انضحكت عليهم لم يصدقوا يعني لو ابتسمت في وش الناس ما كانوش يصدقوا كان الراجل يرجع ببيتي يقول لمراته ده ايوب دحك في وشي متخيلة ده معنى الكلام ونور وجهي لم يعبسوا كنت أختار طريقهم وأجلس رأسا وأسكن كمالك في جيش كمن يعزي النائحين بس راحة الايام دي فين ايام زمان بيكملوا يقولوا وأما الآن وأما الآن فقد ضحك علي أصغري أياما الصغيرين العيال بقوا يتحكوا ويتريعوا علي وبعد شوية حيقول الكلام صعب جدا 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 والكتاب المقدس هو عباره عن نور بيشوف قلبك وبيشوف ايه التعب اللي في قلبك وهيطلع كلام وحش قوي دلوقتي بيوصف الناس الصغيرين اللي عملين التريعوا عليه دول بيقول اللذين كنت أستنكف أستحقر يعني من أن أجعل أباءهم مع كلاب غنمي يعني الناس اللي بتتريع على دلوقتي دول أباءهم كنت أستحقر أن أنا أقعدهم مع كلاب غنمي مش حتى كلابي كلاب غنمي كلام صعب قوي بس احنا صعب بنقول الكلام ده كتير لما نتعب قوة أيديهم أيضا ما هي لي يعني قوتهم بالنسبة لي ضعيفة جدا فيهم عجزة الشيخوخة في العوز والمحل مهزولون يعني تعبنين ومحتاجين ومهزولين عارقون اليابسة يعني عدوا ينبشوا في الأرض اليابسة التي هي منذ أمس خراب وخربة الذين يقطفون الملاح عند الشيح يعني بيروحوا يطلعوا كده الملوحة من نبات مر جدا وأصول الرتم يعني اللي فيها اللي بيطلع منها الفحم كان دي خبزهم العيش بيطلعوا من الحاجة الصعبة قوي دي من الوسط يطردون الناس اللي بتطريق علي دي مفروض يطردوا يصحون عليهم كما للس للسكن في قودية مرعبة وثقب التراب والصخور بين الشيح ينهقون يعني وسط النباتات المرة دي ينهقون يعني مش محتاجة شرح يعني تحت العوسج ينكبون وبعدين بيقول كلام صعب قوي هم أبناء الحماقة بيقول لا 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 مش أبناء الحماقة دول أبناء وناس بلا اسم سيتوا من الأرض يعني اتطردوا من الأرض أما الآن فصرت أغنياتهم بقوا يتريعوا علي وأصبحت لهم مثلا يكرهونني يبتعدون عني وأمام وجهي لم يمسكوا عن البسقي لأنه وبعدين غالبا هنا هم مأكدش يعني بس غالبا هنا بيشاور على ربنا مش أكيد بيشاور على ربنا وللناس بس غالبا بيكلم على ربنا لأنه أطلق العنان وقهرني فلما ربنا قهرني نزعوا الزمام الناس نزعوا الزمام قدامي عن اليمين الفروخ العائلة الصغيرة يقومون يزيحون رجلي أو رجلي ويعدون علي طرقهم للبوار البوار يعني الهلاك عاوزين يهلكوني أفسدوا سبلي أعانوا على سقوتي لا مساعد عليهم يأتون كصدع عريض تحت الهدى يتضحرجون انقلبت علي أهوال طردت كالريح نعمتي فعبرت كالسعاب سعادتي ما بيتش سعيد خلاص شوفوا التعب اللي جواه فالآن انهالت نفسي علي وأخذتني أيام المزلة الليل ينخر في عظامي في وعرقية لا تهجع يعني ألامي ما بتهداش فين أيام زمان عدد تسعتاشر بيبص الربنا وبيقول له بيقول كلام صعب أعلى ربنا قد ترحني في الوحل فأشبهت الطراب والرماد إليك أصرخ فما تستجيب لي أقوم يا رب فما تنتبه إلي تحولت إلى جاف من نحوي بقدرة يدك تضطهدني أنا ياما عادت مع ناس في أعداد مشهورة كانوا تعبنين قوي من ربنا عمرهم قالوا الكلام ده يعني الكلام ده تقيل قوي حملتني أركبتني الريح وزوبتني تشوها لأني أعلم أنك إلى الموت تعيدني أنت ما فيش أمل يا رب أنا حموت حموت حفظل في الوضع السيء اللي أنا فيه ده وإلى بيت معايد كل حي ولكن في الخراب ألا يمد يداً في البلية ألا يستغيث وبعين في الآخر خالص بيقول الآخر آية دي أنا بشكركم لأنتم فضلتوا وقفين كل ده بس دي آخر آية بيقول عدد 28 اسودتوا اسوديت لكن بلا شمس يعني مش كنت بتشمس فسوديت لا لا أنا سوديت من كتر التعب والألم قمت في الجماعة أصرخ صرت أخا للزئاب وبعدين صاحبا لرئال النعام رئال النعام يعني أولاد النعام اللي هم صغيرين كده ومنظرهم بيبقى صعب أوي ومرعوشين حرش جلدي علي يعني جلدي بقى خشن وعظامي احترت من الحرارة في صار عودي للنوح ومزماري لصوت البكين أنا نفسي نصلي دقيقة عاوش صلي وانت واقف وانت قاعد بس صلي كده غمر عينك قوله يا رب اتكلمني النهاردة اتكلمني النهاردة يا رب لأن أنا ساعات كتيرة في حياتي ببقى تعبان وأنا دخل على سنة جديدة في أسئلة جوايا بقولك يا رب هو أنت فين هو أنت سمعني ولا مش سمعني يمكن ما بقولكش الكلام ده يا رب صراحة بس جوايا أسئلة كتير قوي هو فين الأيام الحلوة راحت هو فين أيام زمان أنا بصلي يا رب الحاجات كتير قوي تحصل في حياتي بس مش لقيها أنا بصرخ ليك يا رب بس يمكن أنت مش سمعني أو يمكن أنا اللي مش سمعك يمكن أنا اللي مش فاهمك ساعات كتيرة بقولك يا رب أنت مش فاهمني بس احتمال تكون أنا اللي مش فاهمك يا رب أنا اللي مش فاهم معودك يمكن أنا اللي مش فاهم أوقاتك موعيدك فيا رب النهاردة افتح ذهني وافتح قلبي لأنني عاوز أدخل السنة الجديدة دي بقلب جديد بروح جديدة بكيان يا رب فعلا روح منتدبة كده تسبحك في الوقت الصعب والوقت السهل في الوقت المر وفي الوقت الحلو إدي يا رب أن سنة 2017 يحصل تغيير فيها تغيير في حياتي مش تغيير في الظروف يا رب يا ما صليت أن الظروف تتعدل بس 2017 بصلي أن أنا أتغير أنا أتغير يا رب وكل صرخة جوايا أنت تجاوب عليها وأفهم أفهم هو إيه اللي بيحصل في حياتي باسم يسوع المسيح أمين تفضلوا أعتقد كلمات صعبة قوي أيوب قالها كلمات يعني سعبة تبقى جوا الواحد هو ليه يا رب أنت سايبني وساعات كثيرة بيعدي علينا أوقات صعبة حاجات خارج تحكمك وإنت متغاس جدا وبتحس أنك قليل قوي وسط الظروف دي وبيبقى صعبان عليك من ربنا هو أنت ليه يا رب سايبني أنت وعدت أنك تبقى معايا وساعدنا نقول له أنت وعدت أنك تحسن الظروف إحنا نقول له كده وبيجينا الإحساس بصغر النفس ده وبنقول الجملة دي هي توصح حبا لرئال النعام أنا بقيت زي الولد ابن النعامة اللي هو بيبقى طائر صغير كده أول ما بيخرج من البيضة بتاعت النعامة وبيرتعش وحالته صعب قوي ومنظره صعب قوي بحسنا صغير جدا 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 وبيبقى نفسي الأيام القديمة ترجع وبسأل ربنا هو أنت فين أنا مش فاهمك وأوحش حاجة بتكون مش فاهم الطريقة اللي ربنا بيتعامل بيها طرق الرب وربنا بيشرح نفسه في الكتاب المقدس ده لو قرناه هتفهم هو إزاي بيتعامل مع إبراهيم ومع يوسف ومع يعقوب ومع داود بتشوف ربنا في المسيح بتشوف إزاي بيتعامل مع التلاميذ بس واحدة من الطرق اللي ربنا ساعات كتيرة بيشرح بيها نفسه أن يقول لك بص على القوانين اللي أنا خلقتها المسيح كان بيقول للتلاميذ والجموع انظروا إلى طيور السماء لو بص بصيت لطيور السماء هتفهم حاجات كتير قوي وبيقول في مزمورة الساعتاشر السموات تحدث بمجد الله لما تبص للسماء هتفهم حاجات كتيرة جدا هتفهم على قليل أن ربنا هو اللي خلق السماء والأرض وأكتر حاجة طبيعة والحاجات اللي حولينا بتصرخ بيها هي أن فيه حاجة اسمها مواسم وزي ما سفر الجامعة الصح 3 قال لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السموات وقت فيه وقت لكل حاجة وفيه مواسم لكل حاجة والوقت اللي احنا بنعدي به ده شتا وبعد الشتا حيجي ربيع وبعد الربيع حيجي صيف وبعد الصيف حيجي الخريف وبعد الخريف حيجي الشتا والليل بعد صبح والصبح بعد ليل ومحدش فينا أبدا بيقلق أن الفترة البرد التلج اللي احنا فيها دي هتفضل موجودة طول العمر بس دايما بنقلق لما بنعدي في ظروف صعبة أن الظروف الصعبة دي هتفضل موجودة طول العمر ومفيش أمل ومفيش فايدة وشوفوا أمل أيوب هنا ركز على أمل أيوب فاكرين في عدد 3 أو عدد 4 الصاح 29 كان يقول إيه أنا نفسي أرجع فاكرين لأيام خريفي أنا نفسي أرجع للخريف كأنه هو في الشتا ونفسه يرجع لأيام الخريف بس في الحقيقة عارفين الشتا بيجي بعده إيه؟ بيجي بعده الربيع مش الخريف هو أقصى أحلامه أن الخريف اللي يرجع بس في الحقيقة في ربيع جاي في وقت حلو جاي في وقت حصاد جاي أنا عندي رجاء في الأيام اللي جاية لأنه يمسدق في إلهي أنه هو عاوز يجي بأيام حلوة جدا 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 على عيلتي وعلى كنستي وعلى بلدي وعلى كل حاجة أنا عارف أنه موجود وعارف أنه سيجي بمجد أعظم كتير جدا علشان كده علشان كده إحنا كل يوم اتنين بنيجي نصلي ونقوله يا ربي بارك بلادي بقالنا يمكن 15 سنة أو 16 سنة بنصلي وناس كتيرة حاسة كفاية صلة كفاية صلة بقى يعني ما فيش حاجة هتحصل اللي حصل قليل برغم أن اللي حصل مش قليل بس خلاص كفاية صلة جماعة وأنا فاكر من أسبوعين فاكتب مع الاتنين تأثرت قوي الدكتورة نورة طلعت كان الاتنين قبل اللي فات الدكتورة نورة طلعت في آخر ربع ساعة وحكت ثلاث قصص حكت ثلاث قصص عن ثلاثة محبطين جدا عن الإمراءة النزفة الدم اللي بقى لها 12 سنة وعن البنت اللي ماتت وكانت خلاص ماتت وعن برتيماوس الأعمى برتيماوس الأعمى لما بتدى يصرخ الناس قالت له كفاية صراخ كفاية صراخ موجودة أنا كنت بقى ركتاب من شهر لرين هارت بونكي اللي هو يعني سواء بتختلف معاه أو بتتطفق معاه بتحبه أو ما بتحبوه بس الراجل ده عمل نهضة في أفريقيا ربنا استخدمه في نهضة في أفريقيا غير عادية يعني حصل زلزال في أفريقيا بسبب الراجل ده وأنا عمال أسمع كان قلبي عمال يولع أنه يا رب اعمل نهضة في بلدنا يا رب تعالى بلدنا يا رب أنا باحلم النهضة اللي حصلت في أفريقيا دي كان بيحكي على بلد كتيرة جدا في أفريقيا وأنا كان نفسي يا ربنا يجي مصر ويعمل النهضة دي لحد ما جاء فصل من الفصول يعني شاركوا بمشاعري اللي حستها يعني اتغسط قوي 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 يعني كنت حنفجر لأنه عمال يحكي على بلد أنا متوقع أن تحصل فيها نهضة يعني بيحكي مثلا على نيجيريا على جنوب أفريقيا على بلد اسمها توجو على بنين وبيحكي أن رؤساء رجعوا ربنا وبيحكي أن وزراء رجعوا ربنا وبيحكي أن ملايين بتحضر النهضات وتتشفي وتسلم حياتها ربنا لحد ما جاء في قصة أنا ما قدرتش أستحمل خلص بصراحة حكا أنه في سنة 2000 الحكومة في السودان في السودان طلبت منه الحكومة اللي طلبت مش هو اللي طلب منها الحكومة اللي طلبت الحكومة اللي هي أياميها كانت حكومة متشددة دينيا جدا طلبت منه تعالى اعمل احتفال عندنا في عيد القيامة لمدة أربع أيام مش في كنيسة إنما في واحدة من أكبر الساحات مش في جنوب السودان اللي فيها شوية مسيحيين لا 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 في الخرطوم وقالوا له احنا هنحضر لك أكبر ساحة وهيحضر فيها عشر تلاف واحد فهو الرجل قال لهم لا مش هيحضر عشر تلاف واحد هيحضر تلاتين ألف واحد قالوا لا 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 هيحضر عشر تلاف واحد قال لهم لا لا هيحضر تلاتين ألف واحد طبعا عمل النهضة أول يوم حضر تلاتين ألف واحد مش دي قصة بقى قصة إنه في أول يوم ناس كتيرة جدا حصل لهم معجزات وتقابلت مع ربنا وتابت فالخبر ابتدى ينتشر في البلد فتاني يوم جي ستين ألف واحد وتالت يوم جي مئة وعشرين ألف واحد ورابع يوم جي متين ألف واحد في الخرطوم في الساحة وأنا دغست جدا حسيت يعني يا رب يعني ما تعمل كده عندنا وبعين لغزني أكتر يا رب احنا منصلي احنا فعلا منصلي فعلا وبنيجي كل اتنين وبنطلب وجهك وبنقول يا رب بارك بلدنا بارك بلدي تعال كنت متغز قوي وبعين فجأة حسيت جواية بسلام السلام حقيقي السلام غمرني وحسيت ان ربنا بيقول كمل صلاة كملوا صلاة لأني أكيد جاي لأني أكيد جاي بنهضة لأني أكيد في موسم للحصات جاي يمكن قال موسم يطول شوية يمكن الليلة تطول شوية يمكن الشطة يطول شوية بس أكيد جاي طالما أنا بصلي يبقى الفجر جاي أكيد 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 وهي دي كلمات الترنيمة انه أنا عارف آخر المشوار جاي الفجر وجاي النهار أنا متأكد أنا ما عنديش شك في الموضوع دوت يمكن الليلة تطول آه بس أنا متأكد ان الفجر جاي زالي يام أنا متأكد ان الفصول بتيجي غرا بعضها وإن الليل بيخلص عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم أنا متأكد إن الفجر جاي وإن النهضة جاية والنموس من الحصاد جاي فأنا عارف إن المستقبل حيبقى أحسن بكتير جدا 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 من الماضي حتى لو الماضي كان فيه حاجات حلوة كتيرة جدا لأن اللي جاي ربيع هو ده اللي ربنا بيوعد بيه في مزمور 130 عدد 6 بيقول يا رب نفسنا انتظرتك أكثر من المراقبين الصبح حتى خيال واحد كده عمالي رأي بالصبح غالبا كانوا بيكلموا عن لوين لوين قاعدين طول الليل مستنين أول شوعة يطلع عشان يبتدوا يصله فمستنين مستنين مستنين ويمكن تعبنين في الانتظار بس مش عارف كم واحد فينا قبل كده استنى الفجر أنه يطلع عشان يشوف المنظر الكميل ده والفجر بيطلع أو الشمس بيطلع بيطلع منظر حلو ممكن تقعد مستني بالساعات وممكن الليلة تطول لو انت في الشتاء بس ما بيبقاش جواج زرة شك أن الشمس طلع بس بيبقى جوانا شك كتير قوي أن ربنا جاي ولا أنا سمعه ولا أنا كنت بيصلي بيه أن ربنا بيقول لنا كلنا هو جاي هو جاي على المستوى العام وجاي في حياتك بس صلي وقف قدامه هو بيقول كده يا ذاكري الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت لحد إمتى لحد ما ييجي ويثبت ويجعل مصر تسبيحة في الأرض أمين أمين فهو جاي جاي أنا متأكد متأكد ومتيقن أنه هو جاي بس ساعات من كتر التعب وساعات من كتر الألم ما بنبقاش مصدقين قوي ومش حنس القصة بتاعت الكلمات الجميلة قوي اللي قالها أخونا ماهر فايز اللي دايما بحب رنمها بتقول كده ما تعلمتش عايش وأنا خايف ولا عدة جراحاتي وهو بيحكي قصة الترنيمة دي بيقول بيقول أنه هو كان تعبان جدا لأعتقد الترنيمة دي هو ألفها من 10-15 سنة لو أنا مش غلطان وبيقول قصتها أنه هو كان في وقت عين جدا 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 ومرمي على الأرض في الأوضة بتاعت النوم بتاعته وهو مرمي على الأرض مش قادر يقوم وقدامه الرشدة بتاعت الدكتور اللي فيها الأدوية ومش قادر يجيب ورقة تانية وسمع صوت جواه بيقوله أنت حتفضل واقع كده حتفضل تعبان كده مش هتقوم تاني وأنا عارف أن فيه ناس كتيرة الصدة جواها الأيام الصعبة اللي أنت فيها دي هتفضل موجودة أنت مش هتقوم تاني أنت حتفضل تعبان كده وماهر فائز بيقول لما سمعت الصدة أن أنا حفضل تعبان كده مش هقوم تاني كتبت الكلمات دي على الرشدة حتى ما كنتش قادر أجيب ورقة تانية كتبت الكلمات دي على رشدتها ما تعلمتش يخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح ولا بكآبة قلب حغني كأني بدون مسيح وكتب الكلمات دي والمسيح كان عاوزه يقوم وهو كان فيه صوت جواب يقوله مش هتقوم كلام مين اللي يمشي كلام المسيح وأعتقد أخونا مهر فايز العشرة خمستاشر سنة اللي فاته بعدما أم من المرض دوت ربنا استخدمه بطريقة أعمق وأكبر وأضخم بكتير جدا 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 من أي وقت فات لأن المسيح كان عاوزه يقوم وعاوز يستخدمه بكل قوة في حدة كتيرة جدا وهو ده المسيح عاوز يعمله لو النهار ده أنت سمع صوت جواك يقولك مش هتقوم مش هتشوف وقت حصاد مش هتشوف موسم جديد في حياتك أنت هتفضل متحصر على أيام القديمة أرجوك أقول له لا 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 قول الشيطان لا قول الشيطان مسيحي في يوم الأيام ترفع على الصليب ومات على الصليب والسماء كلها ظلمت لمدة ثلاث ساعات والتلميذ ترعبه والتلميذات العمواز كانوا مكتئبين جدا 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 في الو 24 وكانوا بيقولوا أنه إحنا كنا فاكرين أن المسيح ده فيه الرجاء وهو حيفدي إسرائيل بس رجاءنا ده راح وكان فيه حالة اكتئاب عامة وجديدة جدا وكأن كان جوه التلميذ وجوه تلميذات العمواز وجوه ناس كتيرة جدا في الوقت ده من اللي كانوا بيحبوا المسيح إنه ما فيش أمل إنه ما فيش فايدة إنه ما فيش حاجة حتيحصل بس يوم الحد الصبح الأرض تزلزلت والحجر تفتح والمسيح أم الموت وصعد للسماء فهو هيعمل كده هو هيعمل كده فأرجوك قول للشيطان كده قول للشيطان مسيحي مسيحي أم من بين الأموات بس عاوز أقول لك حاجة تانية كمان صغيرة هي مش صغيرة قوي الصراحة هي بالنسبة لي كبيرة قوي المسيح ما أمش من الموت لوحده كده بس عالفين لما أم الموت قومك معاه تخيلوا قومك معاه بس أعدك فين بقى قعدك فين لا مش دي قوية طبعا بس في حاجة أقوى من كده تخيلوا قعدني معاه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وأعطاني سلطانة دوس على الحياة والعقارة فلما الشيطان يجي يقول لك مش هتقوم قول له لا ده نقايم وده يس عليك خالص يعني فما تجيش تكلمني إن ما فيش موسم تاني جاي للحصاد يمكن الليلة تطول يمكن الشيطان يطول بس إقوى تكون أخصى أحلامك إن يا ريت أيام الخريف ترجع تاني لا 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 بص على ربنا وقول له أشكرك يا رب لأنه اللي جاي أحلى بكتير جدا وأعظم بكتير جدا من اللي فات آه هتمر على حياتي موسم وساعات الناس هتبعد عني وساعات الناس هتقرب مني وساعات هتبقى الظروف معايا وساعات هتبقى الظروف ضدي وساعات الناس هتقول عليك كلام سلبي وساعات الناس هتقول عليك كلام إيجابي بس مع تغير المواسم أنا عارف أن أنت دايما بتنقلني من مجد لمجد ومن قوة لقوة وبتغير وعد ربنا مش أن الظروف تتغير وعد ربنا أن لا اللي تتغير فأنا دي متأكد مني يعني عاوزك تخرج النهاردة من الكنيسة متأكد أن أنت حتتغير ما قدرش أؤكد لك أن الظروف حتتغير بس أنت أكيد 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 حتتغير وتقوم مع المسيح أمين أمين بس ممكن أسأل نفسي سؤال طيب يا رب لحد أما يجي الوقت ده أعمل إيه وأنا قاعد في الشتاء وأنا قاعد في الليل وأنا قاعد في التعب وأنا قاعد مستنيك وأنا قاعد بيأتي كل يوم اتنين بصلي بالدموع أعمل إيه أفضل حطت إيدي على خدي ولا في حاجة مفروضة أعملها طبعا اجتماع الاثنين أعتقد أقل من اجتماعات العبادة بس أنا رأي أن دي أكبر غلطة أمثال عشرين بيقول أكبر غلطة تعملها في الموسم الصعب في الموسم بتع الشتاء في الموسم بتع الليل أكبر غلطة تعملها أن أنت تكتائب وتقعد في البيت وتكسل مصوا أمثال عشرين عدد أربعة بيقول إيه أمثال عشرين بعدد أربعة بيقول الكسلان لا يحرص فين بسبب الشتاء أنا بسبب الشتاء ما ابتديت شحرة الأرض قلت أنا حبرد أمش حصحة بدري أنا حكسل مش حاجة مع الصلاة أصلاحنا إيهما صلينا وما حصلش حاجة خليهم هم يصلوا ولو حصل حاجة قدنا حنستفيد صح؟ ما خلي الدكتورة نورة والأسيس سامح يصلي ويعني لو حصل حاجة تفيدنا كلنا غلط غلط خالق يعني الآية دي ما بتقولش كده خالص بتقول الكسلان لا يحرص بسبب الشتاء بص الجاية مهم قوي الجملة الجاية دي فيستعطي في الحصاد ولا يعطى أنا بقى أسأل سؤال الآية دي بتقول أن الحصاد جاي جاي ولا بتقول الحصاد مش جاي لا هي بتقول الحصاد جاي جاي بس أنت مش هتستفيد فيه أنت مش هتستفيد لأن أنت ما قمتش بالليل أنت ما قمتش في الشتاء وصليت وصرخت وقلت له يا رب تعالى بنهضة تعالى بنهضة في كنستي اللي هي بتموت دلوقتي تعالى بنهضة في بلدي اللي هي بتموت تعالى بنهضة في عيلتي تعالى بنهضة في علاقة بيني وبين مراتي العلاقة زمان كان فيها حب رهيب بس دلوقتي العلاقة كسرت هتفقد الأمل هتسيب مراتك تضيع منك هتحرص الأرض بالليل، هتنظفها من الحجارة، هتهتم بها في الشتا انتم عارفين الشتا أصعب وقت الواحد يبزل فيه مجهود مش مرض بس أعراض كده نفسية، أعراض نفسية بيسموها winter time depression يعني فيه اكتئاب كده بيجي لبعض الناس بسبب الشتا بسبب الشتا لما الدنيا بيجي تضلم شوية وجو بيجي يسقع شوية في بعض الناس بتحس ان هي قليلة قوي وبتحس ان ما فيهش رجاء وبتحس ان انا مش عاوز اعمل حاجة الاعراض بتيجي الكائنات كثيرة قوي زي البيات الشتوية أو السبات الشتوية نلاقي مثلا النمل دخل كل جوه الجحور مش قادر يطلع بس ساعات بتحصل لنا احنا بتحصل لنا احنا في وقت الشتا نعمل ايه؟ ننكمش كده نتدفع بيبقى صعب قوي ان انا نصحى الصبح بادري واصلي ليه؟ لان دي انا ساعة لسه كان فيه واحد في المجموع عندي بيقول لي ازاي بتصحى الساعة ستة الصبح سبعة الصبح تصلي مستحيل بتقول له سهل قوي اعمل كبات شي سوخنا واشربها وانت بتاخد الخلوة الموضوع بسيط يعني لو عاوز اصحى حصحى لو عاوز اصلي حصلي بس في حياتنا بقى سبكم الشتا والليل وكلام ده لا لا لما بعدي بظروف صعبة احنا بنكتائب وبننكمش وبنحزن وبندخل في نفسينا وغالبا بنعمل اللي ايه وبعمل وبنشاور على ربنا وبتقول له انت فين؟ انت ليه بعت؟ وبنزعل من الناس وبنزعل من ربنا دي اكبر غلطة ده الوقت اللي انت تقول له رب تعالى ده الوقت اللي انت ترفع ايدك وتقول له تعالى حتى لو الليل طول تعالى انا مستنيك فاكرين الامراء الفضلة في امثال 31 انا بتعجبني قوي الامراء دي الامراء دي بيقول ايه؟ بتعمل حاجة غريبة جدا في عدد 15 بيقول كده الامراء الفضلة دي عدد 15 امثال 31 تقوم وحاوزك تركز في اللي جاية دي از الليل بعد يعني والدنيا منظلمة هي بتعمل ايه؟ بتصحى احنا فاهمين الواحد بيصحى امتى؟ الصبح لما الدنيا تنور انما الستة دي بتصحى امتى؟ بالليل والناس كلها نايمة ليه؟ وتعطي اكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها كأن هي صحية والناس كلها نايمة وهي عملة تشتغل عارفين المنطق البشر يقول ايه؟ المنطق البشر يقول ايه؟ يا بص الستة دي غلبانة ازاي؟ بص ازاي الناس بتستهبلها ويعني كده بتخليها خدامة لهم الستة دي صحية تطبخ الفطر والناس كلها نايمة وبعدين النايمين نقول حيصحوا يأكلوا الاكل اللي هي عاملها ده الستة دي غلبانة قوي والناس دي محظوظة قوي بس لما تكمل الاصحاح الصراحة الستة دي مش غلبانة خالص خالص يعني يعني العدد اللي بعد كده على طول بيقول ايه؟ الستة دي اللي بتصحى في وسط الليل عشان تحضر اكل العيالها والبيتها تتأمل حقلا فتعمل ايه؟ تأخذوا يعني بتشوف حقل كده تأخذوا وبصمر يديها تغرسوا كرما فهي في الوقت الصعب بتحضر عشان لما ييجي الوقت السهل تعرف تلاقي صمر ممكن وانا فارد ايدي كده انت تحس ان ايدي فاضية وممكن ويدك فاضية الناس تريق عليك تقولك تنمعكش حاجة انت ايديك فاضية خالص 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 واعتقد انتو شايفينها فاضية بس هي الصراحة مش فاضية قوي هي فيه حاجات صغيرة انتو مش شايفينها بس الموسم اللي انا فيه ده اسمه موسم الزرع اسمه موسم الحرط اسمه الموسم اللي انا بحضر فيه الارض فتبانن ايدي فاضية تبانن الارض فاضية يبانن ان ما فيش حصاد بس هو الصراحة فيه ممكن اصور يعني حتلاقوا هنا في ايدي فيه شوية بذر مش باين قوي بس حيبان لو قربت من إيدي شوية بزور وممكن تتريع علي أن إيدي فاضية بس أنت مش عارف أن أحامل فيها إيدي الوقتي ده أنا مش بس إيدي فيها بزور قليلة ده أنا كمان شوية أحط البزور دي في الأرض وحتفنها في الأرض وحخليها تموت وإيدي فعلاً هتبقى فاضية خالص وهقعد كل يوم أروي الأرض أروي الأرض وحرة الأرض وحميها من أي حاجة عاوزة تبوزها وأعود كل يوم أصحى 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 لحد ما في يوم الأيام ما عليش أنا حابعد عنكم بس جايلكوا يعني كمان شوية في يوم الأيام هيجي موسم الحصاد وحيبتدي يطلع شوية صمر كتير وأنا جايبت لكم صمر معايا كتير قوي ويمكن أنت الصمر ده تحشر في إيدك وتبقاعد كده مبسوط قوي بالصمر اللي طلع ده يوسفاندي شتريتهم بارح ويوسفاندي بلدي يعني كويس والراجل قال لي كيلو اليوسفاندي الصيني أرخص من البلدي مش عارف إزاي يعني مفروض البلدي يكون أرخص بس ده يوسفاندي بس شايفين أنا متعذب إزاي أنا متعذب لأنني محشور بالحصاد ده والحل الوحيد عشان ما بقاش محشور به إن أنا أبتدي أتخلص منه يعني أدي للناس فأنتم المحظوظين اللي أنتو هتأخذوا اليوسفاندي ده وأبتدي أديه وأبتدي أديه وأبتدي أديه وأبتدي أديه وأديه لحضراتك عشان أنت تطلبت أو أديه فيه يوسفاندي تاني فوق أف يوسفاندي تاني وأبتدي أديه وأرجع تاني أنتو بتسقفوا بس أعتقد لما يحصل الحاجة دي في حياتي سبقى مش مبسوط قوي يعني لأنرجعت تاني إيدي فاضية بس مرة تانية سأخذ البزار في الموسم الصعب وأبتدي أعمل نفس العمل تاني وأبتدي أحط البزار ده فين في الأرض تاني وأتفنه وأبتدي أعمل نفس العمل تاني وبعد نطلع يوسفاندي تاني الاجتماع التاني بقى حيبق ما هي يوسفاندي تاني فممكن دي لحضراتك بس أريد أقول لك المرة التانية الأرض هتطلع صمر أكتر لأن الأرض بقيت أحسن وأنت بقيت أحسن أحبما تعلم أنت تعلمت عمت 열 Laboratory أحسن وأحرات الأرض أحسن وأحرات العمل وأعلمت كيف تسمع صوت ربنا وأعلمت كيف تمإز صوت ربنا أفضل في الزرع والحصاد في الزرع والحصاد وفي الموسم سيعدي عليك حت怀ات أكيد الزهب ذهاباً بالبكاء حاملاً مبذر الزرع لا يوجد شيء معي قوي غير شوية ببذار لكن مجيئاً يجيئوا بالترنم حاملاً حزمها أكيد سيأتي بالترنم أكيد ممكن تعدي علي أوقات صعبة في الترنيمة فريق مشهور جداً في العالم اسمه هيل سانج أعتقد معظمنا يعرفه الترنيمة مشهورة جداً لها عجبتني قوي طلعت سنة 2008 مش الترنيمة قوي اللي عجبتني بس الشخص اللي رنمها هو اللي فرق معي كانت واحدة اسمها جيل ماك لوجري وهي كان اسم الترنيمة أغنية الصحراء The Desert Song قبل ما أقولكم الكلمات الست دي قبل ما تطلع تقولها لأول مرة قدام الجمهور قدام الكنيسة سقطت الطفل اللي كانت تحمل فيه في الشهر السادس سقطته وكان بالنسبة لها حاجة صعبة جداً لأن ده كان أول طفل ليها وكانت بتحلم به وكانت سعيدة جداً أن هي حامل وللأسف اتولت في الشهر السادس فضل عايش يوم وبعد كده مات وتعبت جداً بس هي تعبانة في الكام يوم اللي بعد ما سقطت فيهم كانت عارفة أن هي حترنم الترنيمة دي قدام الكنيسة وقالت أنا عاوز أرنمها والترنيمة دي بتقول كده بتقول لو عدت في وقت الصحراء أنا حفظ البص على إلهي لأنه فيه انتصاري لأنه فيه شبعي لأنه فيه فرحي أنا في الوقت الصعب وفي وقت البرية حفظ البص على إلهي وده اللي داود قاله في مزمور 63 لما كان في برية يهوزة يا الله إلهي أنت إليك وبكر حصح الصبح بدري عطشت إليك نفسي وأنا في البرية مفروض أعطش للمية بس أنا عطشت إليك نفسي فهي بتقول كده في الترنيمة أنه أنا حفرح بيك حتى في وقت الصحراء بس العدد الثاني جميل قوي بتقول إيه بتكمل وتقول بس أنا عارف أن فيه وقت حصات جاي وبعدين قالت جملة بقى هي دي اللي لفتت نظري ودي علشان كده أنا عملت العاملة التمثيلية اللي أنا عملتها من شوية دي بتقول في وقت الحصاد أنا عارف أن أنا بتملي بس عشان أدي الناس مش بتملي علشان أبقى فخورة أن أنا مليانة وبقى معايا حاجات كتير ساعات كتيرة لما يكون مش معاك حاجة وتقعد تصلي 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 تقول يا ربي باركني 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 أول ما تتبارك تعمل إيه تبقى فخور قوي بالبركة اللي أنت فيها كده يعني يا ربنا رفعك قدام الناس ربنا أداك نعمة ربنا قرب منك ناس تبقى فخور قوي هو ربنا مش بيباركك عشان كده وباركك لتكون يعني هو عاوز يديك حاجات علشان تديها للناس مرة تانية وما تخافش على الحاجة ساعات لما بكون في منصب بخاف أن المنصب ده يحصل له إيه يروح مني وبفضل دايما ماسك في إيه في المنصب مش بفضل ماسك في الشخص اللي بينصب الرؤساء والملوك والسلاطين أنا بفضل ماسك في البركة بس هو ربنا أداني البركة علشان أنزل وديها للناس وهو عاوز يعمل كده فهي بتقول أنا عارفة أن موسم الحصاد جاي بس أنا عارفة أن لما تميلي أنا حفظه مرة تانية هي بتقول كده بالانجليزي I'm filled to be emptied again يعني أنا هتميلي علشان أفضه مرة تانية والصمر اللي أنت ديتهوني هعمل بي إيه هاخد البزر بتاعه وحطه مرة تانية في موسم زرع وموسم تعب علشان مرة تانية يجي موسم حصاد وده الإمرأة الفضيلة اللي عملته وبيكملوا بيقول كده بصمر يديها هتعمل ايه بصمر يديها مش هتبقى فخورة بي لا تغرسوا كارمن أنا حفظه في الموسم بتاع الزرع والحصاد ومش هنام بالليل بس ترنيمة بتخلص بتقول كده ودي آخر حاجة عاوز أقولها آخر حاجة يعني آخر نقطة يعني مش آخر جملة بس أنا عارف دائما اللي ملاحظ بيقول آخر حاجة بنفرق يعني بس هي بتقول كده في الترنيمة أنه أنا اكتشفت يا رب أنه في كل موسم في كل موسم أنا قدر أسبحك In every season there is reason to worship في كل موسم في سبب قوي جدا أني أعبتك عارفين السبب؟ أنه هو معايا في كل موسم ودي أعتقد المشكلة اللي وقع فيها أيوب المشكلة اللي وقع فيها أيوب أنه هو كان عاوز الناس ترجع له تاني وعاوز البركات اللي كانت عنده ترجع له مرة تانية الحاجات اللي ماتت عنده سواء كان ولاده بناته الغنم الغلمان الثارو اللي عنده كان عاوز ترجع له تاني حتى صحته كان عاوز الحاجات ترجع له تاني بس ما كانش مركز قوي إن ربنا معاه لا في الموسم الكويس ولا في الموسم الوحش ما كانش فهم إن ربنا معاه هو قالها كجملة بس لما شرح الأيام الحلوة اللي هو بيتحصر عليها ما قالش إن أنا كنت محسوب بربنا وفي الآخر خالص في آخر السفر ده طلع واحد عائل يعني أصحابه الثلاثة قاعدوا يقولوا له أنت غلطان أنت غلطان أنت غلطان ومعين في الآخر طلع واحد رابع اسمه قاليه عائل شوية وربنا ما قالش إن هو قال كلام غلط وقال له في أيوب 35 الحتة اللي أنا عاوز أركز عليها بيقول كده قال ليه ما اختلفش معاه إنه ده وقت صعب بالعكس 35 عدد 6 أعتقد قال ليه وقال له أنا عارف إن فيه تعب وعارف إن فيه ظلم وعارف إن أنت متقلم أنا قاس في عدد 9 أيوب 35 عدد 9 بيقول له أيوب عاوز أقولك حاجة أنا عارف إنه من كسرة المظالم يصرخون أو فيه ظلم في الأرض الناس بتصرخ من الظلم دي محدش مختلف فيها الناس بتستغيس يستغيسون من زراع الأعزاء أيوب فيه اضطهاد وفيه تعب وفيه ألم وعارف إن أنت متقلم ومقدر ألمك قوي بس أنت نسيت حاجة مهمة والناس دي نسيت حاجة مهمة لم يقولوا أين الله صانعي موقتي الأغاني في الليالي هو حتى في وقت الليل والوقت الصعب والوقت اللي فيه بوكة يقدر يجيب أغنية جديدة أقدر أغنيها لربنا لأنه هو معايا في الوقت الصعب بس أنا مش قادر أشوف في الوقت الصعب أيوب ما كانش قادر يشوف في الوقت الصعب فيه ترنيمة بتعجبني قوي كنت عاوز أقولها النهاردة بس ما نجحتش يعني كنت راح تلواحد صاحب يعني عشان يقولها بس هو رفض أن هو يقولها ترنيمة أنا بحبها مش عارف ليه فيه ناس كتيرة مش حباها يعني بتقول كده أصحابي ناموا بالليل فيه في ناس يعني حس الترنيمة إيه يعني أصحابي ناموا بالليل يعني مفيش حاجة جديدة أنت بتقولها يعني أكيد أصحابي نامين بالليل تعرفين ترنيمة بتكمل وتقول أشكرك أصحابي ناموا بالليل وعنيك علي سهرانة وبعدين بتقول حتبعت أشكرك شكرا حتى لو كان ليلي طويل حتبعت أغاني فرحانة فأنا عاوز أطلب منكم طلب النهاردة لو فعلا أنت يعني متأكد متأكد مليون في المية أن أصحابي بناموا بالليل وحس يعني أنها مش معلومة جديدة وإيه يعني الفكرة في الترنيمة أرجوك أرجوك تكملها وتكون متأكد برضو من بقية الترنيمة أنه حتى لو كان ليلي طويل هو هيعمل إيه حيبعت أغاني إيه فرحانة أكيد أكيد حيبعت أغاني فرحانة فعاوزك تتطمن أنه هو معاك حتى في وقت الليل أنا فاكر عد عليها وقت صعب قوي سنة 2011 من سبتمبر 2011 لأبريل 2012 حسيت أنه أنا عاوز حاجة من ربنا والحاجة دي ما بتجيش بطلب أن أنا أغير شغلي وأروح شركة تانية مش حولوك اسمها إيه بس كنت حاسس دي حلمي ودي الشركة اللي أنا بأحلم بيها كنت حاسس ربنا ما بيستجيبش الطلبة دي كنت حاسس دايما لما صال لي كأن ربنا مش سمعني كنت زعلان منه قوي وده الوقت اللي ربنا قال لي فيه جرب تشكر فقلت له ما فيش حاجة أشكر عليها قال لي معلش جرب تشكر كده فلما بتديت أشكر لقيت 27 حاجة أشكر عليها في ثلاث دقائق بس في الوقت الصعب ده في أبريل 2012 بعد ما عد تقريبا سبع شهور كنت بقرأ في القريات اليومية بتاعتي في الكتاب المقدسة متعاود أقرأ بالترتيب وأشجعكم أوي لو عاوز تقرأ كتاب مقدس أقرأ بالترتيب يعني مش عارف ليه ندخل على يوحنى يعني أو ندخل على إنجيل معين بس أقرأ بالترتيب ولما قرأته بالترتيب طلع لي أيوب 39 ويا ما كنت قرأتها وأيوب 39 عدد واحد بيبتدي بالكلمات دي بيقول ربنا بيسأل أيوب بيقول له أتعرف وقت ولادة وعول الصخور أو تلاحظ مخاض الآيائل وأنا بقرأها طبعا أنت لما بتقرأ يائت زي ايه بتحس إيه جميع الجملة حلوة يعني أنا مش فاهم منها أي حاجة مسيح حلوة يعني لطيفة يعني فيه ساجع فيها ولطيفة وبعدين بالذات الشباب يعني بنقرأ كتاب مقدس نحن دائما مستعجلين والجيل بتاعنا دائما مستعجل ودائما رجلي بتبقى بتعمل كده يعني عاوز أخلص القرأة دي بسرعة فلو جات لي جملة زي دي أنا أميل إن أنا أعديها يعني أميل إن أنا أعدي الجملة لأن أكيد هي هتتشرح بعدين بس فاكر في أبريل 2012 لما قرأتها المرة دي بالذات روح قدوس كده جوايا قال لي أقف 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 ثانية واحدة أنت فاهم أنت بتقرأ بتقول فأنا حسيت الجملة لطيفة يا رب قال لي لا أنت فاهم قال لي أنت عارف مين وعول الصخور قلت لي الشكلها حياة كويسة يعني بس أنا مش أي إيه وعول الصخور دي قال لي تم تدور قلت لي يعني حسيب كلمة ربنا وأعود أدور إيه هي وعول الصخور يعني خليني في كلمة ربنا هيا لما علش افهم أنت بتقرأ وعول ده جامع الوعلة الغزالة وعول الصخور يعني الغزلان اللي في البرية ففهمت أنها الغزلان اللي في البرية فربنا بيسأل أتعرف وقت ولادة وعول الصخور يعني تعرف إمتى الغزلان دي بتولد حد هنا يعرف إمتى الغزلان بتولد بلاش حد يعرف حد مهتم إمتى الغزلان بتولد يعني مش مهتم خالص يعني أعرف إمتى الغزلان بتولد وليقيت وأنا قاعد في نفس القعدة ربنا بيقول لي أنت عارف إمتى الغزلان بتولد وأنا حسيت السؤال غلس قوي يعني يعني بيولدوا على طول يعني أي مشكلة يعني أكيد الناس بتولد على طول يعني يعني مش محتاج أسأل وحسيت جوايا لا لا ما عليش دور وهنا كنت تحس إيه الخلوة اللي مش فايتة دي يعني خلوة مش ما بتفوتش يعني هنقعد في أول آية نقعد نشوف فيها بتقول إيه وبعين دخلت وبتقيت أبحث هي الغزلان بتولد إمتى وطلع أن لهم موسم طلع أن في موسم في تزاوج بيحصل فيه وبعدين بيبتدوا يحملوا من آخر سبتمبر أول أكتوبر ويفضلوا في الحملة دوة سبع شهور لحد أول أبريل ويفضلوا في الحملة ده سبع شهور والحملة ده بيبقى فيه تعب والحملة ده بيبقى فيه مخاض زي الحمل في أي حتة وبعدين ربنا بيكمل وبيقول عدد اتنين أتحسب الشهور التي تكملها أنت بتحسب عدد الشهور إلى الغزلة بتبقى حامل فيها أو تعلم ميقات ولادتهن أنت عارف أنا قلت له ربنا عرفت دلوقتي يعني بس يعني مش مهتمة خالص بيقول وهم تعبنين وهي حامل الغزلة دي وهي تعبنة بييجي وقت حتولد فيه فعدد الثلاثة بيقول يبركنا يعني بتبرك كده تبتقي تنزل ويضعنا أولادهن يدفعنا أوجاعهن يعني الوجع اللي هي فضلت موجعاه في المخاض وألم الحمل بعد سبع شهور الحمد لله الوجع ده خلص فما بقتش موجوعة ففي موسم كانت هي في موجوعة وبعدين حصل موسم تاني ولدت ابنها وبنتها الغزلة الصغيرة وفرحت بيها زي ما احنا بنفرح بعيالنا والوجع راح فبيبقى أجمل لحظة لما البيبي تولد وكأن ربنا بيرأي بالغزلة وفرحان بيها جدا إن الحدث السعيد ده حصل في أي حد هنا دلوقتي تعاطف مع الغزلة أنا لسه مش بعاطف خلص مع الغزلة يعني بس هي قصة ما خلصتش هنا ربنا بيكمل وبيقول بعد اللحظة السعيدة دي ابتدت الغزلة تربي الغزلة الصغيرة وتفرح بيها بس للأسف الغزلة دي كبرت الصغيرة دي البيبي كبرت عدد أربعة تبلغوا أولادهن تربوا في البرية بذبط تبلغوا أولادهن تربوا في البرية وبعدين لما يجبروا خالص تخرج الغزلة الصغيرة دي لما كبرت خرجت ولا تعود إليهن يعني بالضبط كده يعني الغزلة الصغيرة بعدما ممتها ربتها سنين أو شهور أو 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 الغزلة دي كبرت وبعدين خرجت في البرية وما رجعتش لممتها تاني وغالبا لو ممتها دي يعني فيه أي إحساس عندها هتبقى زعلانة ولا لأ وربنا بيشرح له أدق التفاصيل دي مش عارف كم حد فينا الحد دلوقتي ابتدى يتعطف سنة مع الأم دي الغلبانة اللي ولادها سابوها في الآخر يعني أنا متعطفتش معاها بس كأن ربنا بيقول لأيوب إيه يا أيوب أنا متعاطف مع الغزالة الغلبانة دي مش هتعطف معاك أنت مش هبقى حسس بألمك مش هبقى موجود معاك في وسط الألم اللي أنت فيه أنا متخيل أيوب يقول له ومش أيوب بس ناس كتيرة جدا لما بتععد أتكلمها يقول لي يا عم أنا عارف أن يسوح حسس بألمي وربنا معايا أنا عاوز للألم دي يخلص بس تعرف لو شفته بجد لو عارفته بجد تقول لي أنا عاوزه يبقى معايا سواء موسم في ألم أو موسم في فرح سواء موسم في تعب أو موسم ما فيوش تعب أحلى حاجة في حياتي إن هو يكون معايا وده اللي بقول الرسول قاله في فليبي في لبي لما بتدى الإصحة أو الإصحة بيقول في حصات كتير جدا وكلمة ربنا عملة تنتشر فيه ناس بيعملوها بينشروها عن حسد وفيه ناس بينشروها عن صدق بس الحصات عمالي يكتر في فليبي والمنطقة اللي حاولين في لبي بس في الآخر فاكرين ختم وقال إيه بس أنا ليه اجتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا بس أنا حقعد هنا لأن ده ألزم ليكو لأن الحصات مهمة بس أنا بصراحة أحلى حاجة في حياتي وجود ربنا سواء في وقت الزرع أو في وقت الحصات دي أحلى حاجة بالنسبالي وآخر حاجة أيوب تعلم الدرس وآخر كلمات قالها في الصحة 42 قالوا يا رب بنسمع الأذن سمعت عنك بس أنا تعلمت الدرس النهاردة قالنا رأتك عين فاكرين قالي الآية دي لما ربنا رجع لكل حاجة ولا قبل ما ربنا رجع لكل حاجة قبل ما ربنا رجع لكل حاجة لما قالها وساعة ما قالها ربنا قالوا ممكن دلوقتي الحاجات ترجع لا أنتا مش هتتمسك بالحاجات أنتا ستتمسك بيا وتعرف تعدي موسم الزرع صح وتعرف تعدي موسم الحصاد صح فأنا مش قلقان ولو منك ما قلقش خالص خالص ونفسي وإحنا بنصلي النهاردة وإحنا نفسي فريق التسبيح يطلع لو ينفع أنا لسه ما خلصتش يعني هقول كلمتين لحد ما يطلعوا فين أيام زمان أرجوك لو بتسأل السؤال ده بلاش تسأله ليه لأن الأيام اللي جاية أحلم اللي فات ولأن أنا مش معتمد على موسم في حياتي أنا معتمد على ربنا ربنا موجود في الموسم الصعب وربنا موجود في الموسم الحلو ربنا موجود لما الظروف تكون حلوة ومساعداني وربنا موجود لما الظروف تكون ضدي موجود في جميع الظروف وبصراحة أنا عاوز يبقى معايا مش عاوز أعتمد على الظروف عاوز أستمتع بيه لو اترفت من الشغل لو مرتبي قال لو وقتي بقيت فاضي فاكتئبت ده وقت ان انت تقعد مع ربنا تقرى كلمته تقول يا رب حضرني للموسم اللي جاي حضرني للوقت اللي جاي انا عارف ان فيه بركة جاية بس عاوز ادخل البركة دي وانا مستعد اوعى تقول فين ايام زمان هنفسي نقول كلمات بتقول انت اقوى انت اعظم انت مش ناسي الوعود تدي موسم للحصاد عشان كده انا حاجي كل يوم اتنين وصلي حتى لو الليل طول حتى لو باب الشفا بيتفتح كده ايه وبيوارب ما تفتحش على مصرعية حفظ لاجي يا صلي لحدا ما تيجي يا رب لحدا ما تيجي لان انت وعدت بكده ده الكلام اللي ربنا قاله انه مجد البيت الاخير يكون اعظم من الاول فغمض عينك كده نفسي واحنا في اخر اجتماع في السنة قبل ما نتقدم للميدا قول له رب انت مش ناسي الوعود تدي موسم للحصاد يا رب احنا طلبين واجهك النهاردة في نهاية سنة وبداية سنة جديدة سواء ده كان نهاية موسم وبداية موسم او انا لسه في وسط الموسم ايا كان موسم حلو او موسم وحش يا رب اشكرك لانك موجود في حياتي انت اقوى انت اعظم انت مش للذكريات او لمجد راح وفات انت ما يتقلش عنك فين ايام زمان لا لا يا رب انت مش لمجد راح وفات او لفرحة دوم ثواني او دقايق او ساعات بس انت مجد انت مجد في وسطنا انت تدي موسم للحصاد يا رب انت تدي ايام رائعة من الحصاد تنقل كنستك من مجد لمجد خلينا نسمع الكلمات دي واحنا بنقولها وصليها قولوا يا رب انا النهاردة في بداية سنة جديدة هحط عيني عليك مش على الناس مش على الظروف انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة دوم ثواني او دقايق او ساعات انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة دوم ثواني او دقايق او ساعات انت او لفرحة دوم مجددا انت او لفرحة دوم من المجددع انت حيو انت تقدر انت صخرى انت غلقة انت فوق وعد انت صور أنت أحوار، أنت عالم، أنت حي، أنت دلدر، أنت صفر، أنت بلغة، أنت فوق، أنت صور أنت مش أفكار جديدة، أو حلاسة للشباب، أو كلام بدو يدل، بمواهد السعاب أنت مش أفكار جديدة، أو حلاسة للشباب، أو كلام بدو يدل، بمواهد السعاب أنت أحوار، أنت عالم، أنت عي، أنت دلدر، أنت صفر، أنت ملغة، أنت فوق، أنت صور أنت أحوار، أنت عالم، أنت حي، أنت دلدر، أنت صغر، أنت ملغة، أنت فوق، أنت صور أنت مش بعيد هنا، أو لوحدك في سماء، أنت مكري في وسط، سر حماية للغلاف أنت أقوى، أنت، فوق. أنت مكري في وسط، أنت حي، أنت تغضر، أنت صورتين تعالية للغلاف أنت أقوى، أنت أغضب، أنت حيو، أنت تقدر، أنت صفر، أنت ملقى، أنت فهد تصور أنت أقوى، أنت عضب، أنت حيو، أنت تقدر، أنت صفر، أنت ملقى، أنت فهد تصور نفسي آخر عدد هنقوله أنت مش ناسي الوعود تدي موسم للحصاد قبل ما نتقدم للميدا نفسي لجواك الإيمان ده أنه ربنا حفظه لصلي حد ما شوفك بتتمجد في بلدي أشجعك أو يتوقف، وقل له ربنا بعلن إعلان الإيمان ده فعلا بالثاني وفي شفافي قبل ما تقدم للميدا أنه أنا مصدق في وعودك اللي أنت وعدتها أنت مش ناسي الوعود، هتدي موسم للحصاد، وتعوض عن السنين اللي أكلها الجراد في اسم يسوع أنت مش ناسي الوعود، هتدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ديرها الجراد أنت مش ناسي الوعود، هتدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ديرها الجراد أنت أهوى، أنت عادة، أنت حيو، أنت تبدل، أنت صخرة، أنت بلغة، أنت فوحة، أنت صور أنت أهوى، أنت عادة، أنت حيو، أنت تبدل، أنت صخرة، أنت بلغة، أنت فوحة، أنت صور اشتركوا في القناة